أهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وكمان منرحب بدفنة النهاردة في المحترف ناقد رياضي متميز في الكورة العالمية ودايما بيكون إضافة في أي مكان يكون موجود فيه فادي أشرف النهاردة موجود معنا عشان نتكلم معه زي ما أقول لحضراتكم في كذا ملف هنتكلم على طبعا كاس العرب هنتكلم على البلندور والجايزة المطيرة للجدل اللي حصل عليها ميسي كمان هنتكلم على الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني فادي منورنا مشرفنا سعداء بيك دائما يا فادي وبتشرفنا وتنوارنا عندنا كذا ملف النهاردة نتناقش فيه خلينا نبدأ الأول بمنتخب مصر وطبعا حصوله على أول ثلاث نقاط في كاس العرب اللي بيقام طبعا تحت الأول مرة تحت رعاية الفيفا شايف عمتا البطولة كبطولة ازاي من وجهة نظرك وشايف أداء منتخب مصر في أول مباراة ليه في هذه البطولة لا البطولة على مستوى التنظيم طبعا هي بروفا لكاس العالم من ملعب طبعا هي للتنظيم من الناس هناك بيقولولنا لتنظيم هايل وهي بداية كويسة طبعا وبيبشرنا هي بأودنا كاس عالم السنة الجاية زي دلوقتي كده هي بأكاس عالم هايل مستوى منتخب مصر لا مش أفضل حاجة يعني احنا اتفرجنا على الناس اللي هي في نفس مستوى نحن نتكلم على تونس نتكلم على جزار نتكلم على مغرب لا فرق المستوى واضح حتى مع اختلاف المنافسين احنا بالنسبة لنا يعني شايف ان المشكلة ومش عارف رأي يا حضرك ايه ان المشكلة في الحتة الهجومية شوية فيه غلط في التركبة الهجومية الى حد ما انا باتفع معك احنا بس خلينا نتكلم اي اي اهداف هزي البطولة يعني وده اللي تكلم عليه يمكن كروش وقال الاهداف ده يديه طبعا دورة تحضرية بنحاول نحضر فيها الناس ده بناخده ونقتنع به تماما عند الناشئة مشكلة لكن زي ما انت بتتكلم بنتكلم على الشكل احنا شفنا المغرب شفنا الجزائر شفنا تونس وكل الفرق ده من غير محترفينها بشكل كبير احنا بالضبط احنا بيغيبش عننا في التشكيل الاساسي ممكن نقول محمد ان يوم محمد صلاح دورية باتل تقيلة عننا لكن احنا الشكل قدام اللبنان احنا سبتين جدا دفعين مفيش تهديد قوي علينا ولكن الحتة اللي قدام واضحنا فيها مشكلة ممكن يكون مروان حمدي مش الاختيار السليم او مش التوظيف السليم بوجود محمد شريف على الوينج شوية ممكن محمد شريف يدخل جوه يدخل وينج اكتر زي زيزو او زي عمر كمال او احمد رفعت في الحتة مكان مروان حمدي ممكن يكون قاعد على دكة البودلاء يكون لي دور بالضبط يكون لي دور في المباراة الاطراف عندنا اطراف متواجدة بشكل كويس يعني ما عندناش مشكلة بايدا عن كده او ما فيش مشكلة كبيرة يعني سواء احمد فتوح سواء اكرم توفيق سواء الاثنين سنتر باكس نص الملعب ما فيش اي مشكلة كبيرة ممكن هي هي حتة اللي اربعة اللي قدام دي بس اللي كمان بيزيد الجدل شوية كمان فادي تصريحات كيروش بعد المباراة يمكن بنتفرج على المباراة وهو بيطلع بعد المباراة بيقول تصريحات في وجهة نظر كثير من النقاط لا تدل بشكل مباشر عن الشكل بنشوف اسنان المباراة وبيتكلم على كورة جميلة بيتكلم على ضغط عالي بيتكلم على فوز كبير يعني كل ده ما بنشوفهش في المباراة هل دي سياسة كيروش انه بيدي الثقة للعيبة موجودة وبيحاول يرفع المعنويات ايا كان حتى لو كان فيه جدل على مستوى النقاط اكيد احنا نتعملش مع مدرب صغير كارلوس كيروش مدرب له تاريخه وبنتكلم على شغل مع سر الكس فريكس من الشغل في ريال مدريد فهو راجل اكيد شايف ان المستوى اللي بيقدمه منتخب ما هواش افضل حاجة انا شايف ان ده نوع من تصدير الثقة للعيبت ونوع من حماية اللعيبة من اي انتقاد لو طلع الراجل الى عكس كده 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 بيسلم اللعيبة للناس يعني فانا شايف ان هو نوع من حماية اللعيبة وتصدير الثقة ليهم وصلا برضو في البطولات المجمعة اكيد يعني عارفها كتر مني المستوى بيجي مع المطشات فممكن مطش لبنان يبقى الشكل افضل قدام السودان نوصل لشكل افضل وافضل قدام الجزائر ان شاء الله مع استمرار البطولة يبقى شكل منتخب مصر والوصول المغرى النهائية ان شاء الله طيب لسه دلوقتي خبر من طبعا زملائنا في الاعداد ان تم تحديد خلاص السوبر الافروقي طبعا يوم 24 ديسمبر في هذا الشهر يوم 24 ديسمبر هيقام السوبر الافروقي وزي ما بقولك اجندة اجندة صعبة جدا احنا للسه كنا بنتكلم على كاس العالم الاندية وكاس الامم الافروقية عندنا لوقتي السوبر الافروقي وده يؤثر كمان على مشاركة الاليف دورية ابطال الافريقية مجارات في دور مجموعات والمشاركة في كاس العالم الاندية كل ده يبقى لا الاجندة صعبة قوي وربنا يكون في عون اللعيبة وبيتسو موسيماني الاجندة مراضي صعبة وطئيلة ونتمنى بس ان يحصل حل لقصة كاس الامم وكاس العالم الاندية لانها مؤثرة بشكل كبير جدا على الناد الالي وعلى المنتخب اكيد مفيش شك مفيش شك خليناك في كاس العرب ورؤيتك للفنية من خلال مباراة مصر ولبنان والفوز فقط 1-0 رغم يعني كان فيه سيطرة الى حد ما سيطرة ميدانية حتى من خلال الارقام فادي اللي يقرأ الارقام من غير ما يقرأ او يشوف المطش يقول على الالقال النتيجة 4-5-0 يعني ايه اللي نقصنا عشان عشان يعني نقدم كورة يعني نقدم عندنا لعبة كويسة جدا وعندنا مدرب عنده سي في اكتر من رائع الاجواء رائعة بتلعب في استاد على اعلى مستوى في جماهير موجودة انت شايف ايه اللي نقص عشان نقدم كورة حلوة في مدرستين اول حاجة انا معجب جدا ب4-3-3 اللي بلعب الراجل طريقة مناسبة لامكانيات لعبتنا ولكن انا مشكلتي مش في التطبيق على قدمها في توظيف اللعيب توظيف اللعيب نفسه يعني افشة في الحتة اللي بلعب فيها دلوقتي اللي هي النص بلعب ثالث وبيزيد بقدم فيها مستوى بصراحة كويس جدا ولكن وجود محمد شريف على الجناح ما هواش افضل حل زي ما كنا منتكلم لأ ممكن شريف يدخل جوه ممكن يبقى فيه لعيب عنده حلول زي احمد سيد زيزو زي احمد رفعت زي عمر كبال عبد الواحد لعيب عندهم حلول من القيمة اللي موجودة مصطفى فاتحي طبعا في وجوده يعمله حلول على الجنبين هو دايما بيدور ان الوينج التاني اللي هو مش مصطفى فاتحي اللي هو ناحية التانية يقطع ويدخل لجوه يكون بيستلم العرضية ويكون مهاجم تاني جنب مروان حمدي يعني اللي هو ده الدور اللي هو عايز يعمله من محمد شريف محمد شريف مش مقادي الدور ده وكمان هو في نوع من سوق التوفيق الفترة دي قدام الجوان فبالتالي ممكن الحل ان محمد شريف او مروان حمدي هما اللي يفضلوا في القلب زي ما هما وعمر كبال عبد الواحد ممكن يلعب بشكل هيل جدا احمد رفعت عنده حلول فردية هيلة جدا ممكن يكونوا هما الحل الحل التاني انك ترجع بقى باكتو بيزيكس محمد مجدي افشا يلعب رقم 10 وفي نفس الوقت محمد شريف قدامه كمهاجم وفي نفس الوقت عندك ونجي طبعا بأدوار مختلف اربعة تلاتة تلاتة ادوارها الهجومية طبعا اقل بالنسبة الاربعة تلاتة واحد فبالتالي تفرق كتير جدا اظن المنتخب لو كلمنا على السبعة الحرس المرمى بالاربعة لقدامه بالتلاتة بتناصب ملعب لا الوضع كويس جدا يعني انت شاية فادي ان عندنا القصور شوية في مش في اللعيبة ولكن في تنظيم اللعيبة وفي البوزيشة متاع اللعيبة في جزء الترتل الاخير بالضبط جزء الهجومية ولو وصلنا على الارقام ده ارقام فريق فعلا يجبون لنا الارقام طبعا ارقام فريق مسيطرة على الكورة بشكل دائما هنتكلم في نسبة تحوال 66 في المية عامل اكس جي 2.1 تخلق فرص فبالتالي المشكلة عندك في استغلال الفرص دي وانك توصل للجول بشكل منظم اكتر مرضو اكس جي 2.1 تعمل نزق انا بقف كمان عند رقم فادي بتتكلم يعني ان دايما بشوف الارقام حتى في الحالة الجميلة بتتكلم على العرضيات 28 عرضية لمنتخب مصر 28 بالظبط والنتيجة هدف من ضرب الجزاء في الاخر صحيح مجهود فردي من احمد فتوح مجهود هاي اللي اشكر عليه وقدر ان هو يخبر ضربة الجزاء بتتكلم على سبع سبع تزديدات على المرمى يعتبر تزديد واحدة بس على المرمى في الاخر فبالتالي انت بتوصل بتعمل المسيطر على كورتك صح ولكن ما تخلقش الفرص اللازمة انك تجمي الجوان فدي هتفضل دي المشكلة الى ان يجد حل فيه التركيبة الهجومية بتاعته التلاتة القدام يكونوا تركبتهم ازاي وقدورهم عاملة ازاي وقفهم في العب ازاي طيب النسبة الاستحواز كمان كانت عالية جدا ولكن كمان احنا بنتكلم في بعض الفرق بتعمل استحواز بشكل كبير جدا وبتطلع خسرانة مش ده الاساس لكن انا بتكلم على النقطة انا بتكلم عليها انت عاجبك اربعة تلاتة تلاتة تطبيقها هايل تطبيقها هايل لكن فيه شورتز فيه يعني احنا بنشوف مثلا ليفر بول اربعة تلاتة تلاتة مختلفة بشكل كبير جدا بيكون في كسافة عددية بشكل بشكل اكتر من رائع عندك توسيع اللعب بلغة المدربين توسيع اللعب انك كمان بتنتشر عرضي بشكل اكتر من رائع ايه اللي نقص عشان احنا نعمل كده يعني اه طبعا فرق امتناهات اللعيبة لكن كمان قدراتنا وانت خاصة مع احترامي طبعا لمنتخب لبنان كنت تقدر تلعب مباراة افضل من كده عصد طريقة اربعة تلاتة 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 ليفر بول الراجل اللي في النص المهاجم الرقم التسعة اللي هو مش رقم تسعة كلاسيكي نتكلم عنه بروبيرتو فرميل اوديو جوتو اللي هو الراجل اللي بيفضل المساحة بينزل بيزيزان في صناعة اللعب ده غايب عن منتخب مصر فممكن التطبيق هنا يختلف التطبيق برضو البرتغالي يعني لو تفتكر معي جزوالدو فرير لما كان ماسك الزمالك 2016 نفس التطبيق ده تقريبا وينجر راجل بيالعب على الخط والوينجر التاني مهاجم تاني ومهاجم رقم تسعة في النص هو التطبيق ده قريب ولكن هي برضو تظهر لمشكلة دور محمد شريف ودور مروان حمد هي دي هتفضل دي المشكلة لحد ما يجد حل ليها هتفضل عندنا مشكلة هجومية طبعا زي ما بنتكلم ان هذه المباراة مباراة تحضرية اه يعني من حق تنطاقت بش بشكلة وبآخر لكن لا نقص على يعني منتخبنا لان احنا في الفترة اللي جاي عندنا تحديات تحديات كبيرة جدا جدا منتكلم على كاس امم تحديات كبيرة جدا منتكلم كمان على الادوار النهائية للوصول لكاس العالم ده كمان فعايز اقول لك كمان يا فادي اه بننتقد لكن ما يتحولش النقد ده ان تبدأ تشكك في قدرات مدرب عنده سي بي اكتر من رائع لا هو طبع مدرب رائع مدرب برضو جي عمل نقلة واضحة جدا في نتيجنا في تحديات كاس العالم وودانا الدون النهائي ده كان الهدف المطلوب منه والهدف المستمر يعني بالتأهل فبالتالي هي مباراة تحضرية والراجل له كل الحق في التجربة لان هذه الفرصة اللي هجرب فيها لانه كاس الأمم مش هجرب فيها وتحديات كاس العالم طبعا موضحية او موت يعني طيب سؤال كده مين اكتر فرقة عجبتك على المستوى الفني لغاية لغاية دلوقتي فيه يمكن اوائل مباريات في المجموعات كلها مين الفرقة اللي شفتها لا فرقة على المستوى التنظيمي فرقة هيلة مين الفرقة اللي عجبتك فريق قطر طبعا هو جاي بالمجموعة الاساسية يعني قدم برضو مستوى هيلة لكن طبعا الجزائر فريق جدا بين الجزائر واي منتخب تاني طبعا تونس اداء هيل قدام موريتانيا قطر كانت قوية المغرب كانت هيلة برضو مبارح ولكن منتخب جزائر مستوى تاني مستوى مختلف تماما ممكن يعيبهم بعض الضعف على مستوى الدفاع طبعا ما ظهرش يعني قدام السودان ولكن من واقع ان ده قريب من نفس الخط اللي لعب مباراتين مبارات موريكينا فاسه الأخيرة في التصفيات ولكن الرباع الهجومي بتاع منتخب جزائر اللي هو يعتبر الاساسي بغياب بس رياض محرز لا كلاس تاني خالص عن باقية المنتخبات المعارضة يعني ده بيكون حلو او انك تلعب بطولة مش يعني بتقول برضو بطولة شرفية بطولة تحضرية انك تلعب فريق زي الجزائر بقوته دي تعرف تشوف انت كمان انت واقف فين ده مهم جدا دي من كمان من اهداف المدرب او المدير الفني في بطولة زي دي تشوف انت واقف فين ايه النواقص اللي عندك لما بيتقابل فرقة زي منتخب الجزائر اعتقد هتبقى المباراة الاخيرة في المجموع ده طبعا هتوضح لك انت فين من منتخب جزائر انت بتلعب بجزء جميل جدا من تشكيلتك الاساسية وهما برضو جزء كويس من تشكيلتهم الاساسية يعني 30 و40 في الماء من تشكيل الاساسية موجودة لعيبة برضو بتلعب حتى الفرق الموجودة نتكلم على لعبة زي إلياس شتي عبد القادر بضرار لعبة كبيرة جدا في الترجي تكلم طبعا على الجماعة لقدام ياسين ابراهيمي بغداد بنجاح يوسف بلايلي فطبعا بتكلم على مجموعة لا تقدر تختبر قوتك قدامه تقدر تختبر صلابتك الدفعية وده شيء مهم جدا أظن بالنسبة لكارلوس كيروش ان صلابة المنتخب الدفعية فضل المقام الأول قبل تطبيق الهجوم طيب على مستوى النتائج شفت بعض المباريات كان فيه مفاجأة على مستوى النتائج وقاريت برضو فريق الاعداد يعني نشوف نتائج يمكن الجولة الأولى من دور المجموعات في كاس العرب برضو عشان نراجع ونشوف النتائج طبعا كان فيه نتائج كبيرة بدتكلم على تونس والمغرب والجزائر كذبوا بسكور يعني توقعت منتخب السودان يكون أكثر سموضا شوية العجبني كبان جدا منتخب السعودية الشاب لأنهما يلعبوا بخلية ما بين تحت 23 سنة ومنتخب الشباب لو منتخب الأردن الأول كان أكثر من ند يعني كمنتخب الأردن قدر يحسن المسيجة في الآخر مباراة المغوات طبعا النتائج كلها قدامنا وتقول لي طبعا رأيك مباراة العراق وعمان وواحد واحد وأعتقد المنتخب العراقي يمكن ضرب الجزاء في آخر رديع وتعادل مرتين كان يسحق التعب هي نتيجة منطقية جدا بعد كده قطر وبحرين يعني كان ممكن مطش يخلص بسكور لقطر أكبر من كده كبان أن هما بصراحة مشكلين منتخب قوي جدا سواء اللعيبة القطريين سواء اللعيبة اللي مش من الأصول القطرية إماراته سوريا سوريا برضو يمكن قدمت مباراة لا بأس بيها لكن الإمارات بالخبرات شوية كسبت 2-1 لكن منتخب الجزائي زي ما اتكلمت 4-0 على السودان اللي كنا متوقعين حتى منتخب السودان يظهر بصورة أفضل بالضبط مصر طبعا 1-0 أمام لبنان المغرب وحنقف عند المغرب وفوزه 4-0 على فلسطين أكيد طبعا طريق فلسطين راجل أنه هو فيه طبعا التصفيات أسهي بيقدي نتائج لبأس بيها من نتائج رائعة جدا هم حاولوا لكن فرق الخبرات وصرق المستوى لكن هم حاولوا بشتان جدوم وكانوا لد كويس طب منتخب المغرب بيلعب تقريبا بالصف التاني كله لأن طبعا المنتخب المغربي كل 23 لعب الأساسي كلهم محترفين لكن نتكلم عن صف التاني نتكلم عن عبزة بدر بنون نتكلم عن عبزة وليد الكرتي نتكلم عن عبزة وليد أزارو لا الصف التاني بتاع المغرب كمان قوي جدا فريق مش ضعيف ومش هين تماما وأظن أن البطولة قد تكون ما بين قطر ورباعي شمال أفريقيا قطر ورباعي شمال أفريقيا طيب توقعاتك ايه في مشوارنا خلينا نتكلم في مشوار كاس العرب طيب توقعاتك ايه الوصول المباراة النهائية هل نتواجد مع الأربع الأوائل هل هيكون فيه مشكلة في الصعود من هذه المجموعة المفتاح في مباراة الجزائر إن شاء الله ربنا نفعنا في مباراة السودان لو تصدرنا المجموعة نبعد عن المغرب في دور التمانية أظن ده يفرق معنا كتير جدا فمشورنا ممكن نكون في المباراة النهائية إن شاء الله طيب المباراة اللي جاية مباراة السودان اتصعبت الأمور شوية على منطقة مصر بالنتيجة الكبيرة اللي عملتها الجزائر على السودان هيكون فيه حوافز أكتر لفريق السوداني مهزوم 4-0 بيلعب وإنت دايماً دعاقر في منطقة مصر وسودان بيبقى خارج هل هي توقعات عاكن الجيلة ده هل هي تبقى صعبة هل هي شايف إن ممكن كيروش يبدأ يعدل من بعض اللعيبة في المراكز يدي فرص من البداية لبعض اللعيبة ولا هيكون نفس التشكيل ونفس الأداء أنا أتوقع أنه هيلعب نفس التشكيل بس أثناء طبعاً الحمد فتحي على الأغلب مش هيشارك ويشارك مكانه بشكل طبعاً مهند لشين وممكن أنا أتوقع أنه هيعمل تغيير على المستوى الهجومي مستوى الهجومي هل يرجع محمد شريف راس حربة؟ أتوقع أن محمد شريف يكون راس حربة وجود بأزيزو أو عمر كمال أبو حد أو أحمد رفحة رابع في المنطقة الهجومية طبعاً لازم ردة فعل السودان هتبقى قوية جداً خصوصاً أن هم يعني هم ما كانوش ند حقيقي المنتخب الجزيرة هم قدموا عرض ما كانش جيد على الإطلاق فبالتالي كده يكون في ردة فعله مبراضي مباراة صعبة جداً علينا فبالتالي لأ مباراة تكون صعبة ولكن أتوقع أن بالخبرات وبالمستوى اللي موجود نقدر نحط جول بدري لا الموضوع هيتسهل جداً بالنسبة على مستوى خط النص ممكن يكون أنت بتقول مهند لاشين رأي كيف في مهند هل بص أنا كلام كل أمان بعض الناس بتقول هو قوام المنتخب معروف وبعض الأسماء الموجودة على أحمد ياسين المدافع مهند لاشين وأدوار سانوية مش هيكون لهم أدوار شايف ده حقيقي ده ممكن يكون فكرة روش أنا بصراحة أنا بحب أتابع دور المصر أنا بحب أتفرجع دور المصر جداً لا أنا بشوف مهند لاشين ده لعيب هايل بصراحة في نص ملعب طلع الجيش لعيب دايماً هو المحرك لطلع الجيش يعني بغير أنه هو قاطئ أقراط وديستروير هايل في نص ملعب لا راجل بصيره بيعرف يستلم كورت وبيعرف يسلم كويس أنا بصراحة بشوفه لعيب كويس جداً ولازم بقى ياخد بالضبط وهو جات له الفرصة بعد إصابة حمد فتحي من اتمناله السلامة لكن هي جات له الفرصة وأتمنى أنه يتمسك بيها لأنا بشوفه لعيب هايل جداً شايف مين؟ كمان من قائمة منتخب مصر شايف أنه ممكن ياخد فرصة تدي له فرصة في مبارات السودان مش على مستوى اللعيبة المضمونة لمنتخب مصر على سبيل المثال مثلاً خط الدفاع لو حبيت غير حد وانت شايف أنه لازم ياخد فرصة عشان نشوفه على مستوى الدول يعني أنا حابب أشوف أحمد ياسين الحقيقة لكن برضو التغيرات في خط الدفاع ممكن تبقى صعبة شوية يعني على مدار البطولة لأنك بتعتمد على التجانس وتعتمد على تعاملهم على طول مع حرس المرمى أنا اللي حابب أشوف فأنا أحمد رفعت حابب أشوف أحمد رفعت لأن أحمد رفعت بعد فترة يعني ما كانتش كويس أو مع الزمالك انتقل من مصري قدم أداء كويس ويقدر يخلق خطورة من مواقف ميتة يعني مواقف واحدة الواحد يقدر يخلق خطورة ده يعني كان موجود رمضان صبحي ممكن يكون المستوى مش قد كده الفترة الفترة فأحمد رفعت مديك الحتة بتاعتواحد على واحد دي غايبة عننا شوية في الدولة المصري عمر كمال عبد الواحد ممكن يكون لي در من خلال مشوار البطولة لأنه كمان على المستوى الفردي عنده حلول فردية عنده سرعة هو ليه استقيل لعب مختلف شوية عن أحمد أحمد مهاري أكتر عمر كمان لعب بدني لعب سريع لعب قوي جدا يفيدك في منظومة جماعية أنا بشوفه نسخة يعني مع الفانق من أحمد سيد ديزو نفس القوة السرعة على طول فيه قدرة على الجاري أحمد سيد ديزو يتفوق في الكورة شوية ولكن عمر كمال لعب واحد بشوفه من اللعب المؤثرة جدا ولكن أنا بشوفه ممكن يبقى تبديلها كويسة لكن أنا حابب بشوف أحمد رفعت أساسي ثقة المنتخب دايما اللعيب على مستوى النادي آه بيكتسب الخبرة ويكتسب الثقة لكن على مستوى المنتخب بيحتاج مباريات وأعتقد مباراة السودان هي تكون الأفضل لرؤية أحمد رفعت من البداية يعني أعتقد مباراة الجزائر ممكن تكون مباراة حساسة شوية مباراة الجزائر دي عايز أحمد سيد ديزو بدون جدية اللعيب بيقدر أن هو يساعدك دفعيا بشكل هائل جدا بيساعدك هجوميا بشكل رائع راجل بصراحة في الست بيس الكرات السابتة على طول بينفذها بشكل مميز جدا عرضياته من أصعب يعني لو كلمت أظن مع أي مدافع لا عرضياته صعبة جدا بتعامل معي فبالتالي أنا بيشوفه لعيب عنده الخبرة والملكات اللي تساعدك في مرازل يعني زيزو كمان يمكن أنا دربته أما كان موجود في الليرس بيلعب تمانية كواس قوي يعني ممكن تستفيد منه لو بتلعب أربعة ثلاثة ثلاثة ممكن تستفيد منه كرقم ثلاثة نصف مرعب ثلاثة نصف مرعب لأنه مجهود كويس قوي يعني بيرجع بيساعد في الدفاع بشكل كويس عنده حلول فردية في نصف مرعب بيسلم كويس وكمان عنده زيادة العددية ممكن يزيد على الجول بيشوت بشكل أكثر من رائع فممكن كمان نشوفه بمركز زي ده أنا بشوفه كمان يعني كارترون بصراحة ملففه كعب داير في الملعب يلعب بكراي يلعب هاف دفندر ساعد بيلعب بطريق حامد في غياب إمام عشور فبالتالي لا هو زيزو لعيب أي لعيب في أي فرقة يتمنى لعيب زي زيزو زيزو نتكلم على أحمد ياسين طبعا لعيب مميز على المستوى الدفاعي نتكلم على حراس المرض طبعا محمد شناوي لا غبار عليه تبتكر برضو من رؤية الجهاز الفني أنه لازم يدي رقم اثنين نسبة لياخد البطولة كلها علشان استعدادا طبعا للبطولة الأفريقية ولا أنت شايف أنه ممكن في بعض المباراة دخول محمد صبحي ممكن يكون وإحنا رحين تجربة ولكن مش للدرجة أنا شايف أن الثلاثية بتاعت محمد شناوي أحمد حجازي محمود الوينش لازم تبضل سبت القطة الوقت الممكن لأنك بتتعامل في مواقف فترة جدا لازم أخلق التعاون بين خصومة بلعبوش مع بعض كان فيه خطرات كتير بحارس مرمى الأهلي ومدافع من الأهلي فالموضوع بيكون فيه تفاهم أكتر لكي عم نتكلم على واحد محترف في سعودية واحد في الزمالك والتاني حارس مرمى الأهلي فبالتالي لا أخلق بينهم الترابط أخلق بينهم شغل كتير بوجود أحمد فتوح وأكرم توفيق يعتبر ثابتين فبالتالي لا أخلق بينهم من الترابط واللعب الكتير أظن نفرم معهم كتير إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا في كاس العرب عايزين نتكلم بقى على البالندور آه آه طبعا يعني خلينا نبدأ بالجدل اللي قبل طبعا تسليم الجايزة وكان فيه جدل كبير جدا على مستوى العالم فيه أحقية من يحصل على هذه البطولة قبل من نتكلم على الحفلة والاستلام الجايزة عايز عرف رأيك كنت في أنهي منطقة أنت كنت شايف من خلال مين الأفضل مين الأحق للحصول على البالندور عشرين واحد عشر لو هنقيم على مدار السنة كلها بالإنجازات الفاردية بكل حاجة أنا كنت شايف أن جورجينيو مرشح رئيسي راجل قائد في رئيته لتشامبينز ليج وقائد منتخبه لبطولة سيرو نتكلم مع كاريم بنزيمة مستوى هايل السنة دي مع ريال مادريند ونتكلم على ليفندوفسكي برضو مستوى هايل مع بار ميونيخ ونتكلم على محمد صلاح وإن كان وإن كان ومتكن مشكلة محمد صلاح السنة دي إن الفورما الهايلة اللي هو بيجيب اللي هو بسببها هو أفضل العالم الآن هي آخر 14 شهر صحيح فممكن دي اللي تكون عملت له المشكلة ولكن إحنا لو بنتكلم بصراحة ميسي طبعا أسطورة لأن الميسي مش هنقيم ميسي كالعيب كورة في الآخر ولكن ميسي السنة دي حتى ما كانش مؤثر معير الجائزة أو طريقة الاختيار فيها والتصويت فيها هو العمل الفريق ده طيب وإحنا نتفرج كمان ظهر بيدري طبعا أفضل لعيب لعيب هيل رائع أنا عايز أتكلمك في منطقة تانية بيدري برشلونة جابي برشلونة واحد عنده 19 سنة واحد عنده 17 سنة الاتنين من الأفضل اللاعبين على مستوى العالم في هذا في خط النص بشكل عام شايف أن بيدري خلال سنوات قليلا ممكن يكون واحد من أساطير قرط القدم في الكرة العالمية ما هو توقف على كذا حاجة الحقيقة طبعا هو عنده وهو جوهرة يعني لاعب ما شفته زيه كتير في السن ده من رجل يلاعب السنة في 73 و 17 مطش مستويات ستة على طول قادر يصنع الفارق من نص الملعب فبالتالي هو برضو استكبال مسلسل الجواهر تطلع من لمسية في حيط الملعب شايف من كلام العيلي يسته فبالتالي لقوا استقرار برشلونة سعده ودايما اللعاب الصغير مش هيطلع وهو غيره وهو جمعي لعاب كبير يقدر يسنده طب بالمناسبة انه يطلع فيه كان تقريبا تشيلسي كان عندهم أو على صدد بيقدم 70 مليون يورو لبيدري لانتقال لبيدري في الترانسفير هو انتقاله ملعب تشيلسي في وجود لعابة زي انجولو كامتي منكلم على لعابة جورجينيو منكلم على لعابة زي سأقول لعابة لا طبعا يعني بيدري هناك ينفجر ولكن انا اظن ان برشلونة صعب قوي صعب قوي بعد حتى رحيل ميسي والتغيرات لان اظن ان بيدري هو اساس مشروع برشلونة الجديد هو وجابي طبعا 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 طيب نرجع تاني للبالندور وانت قلتلي بعض الاسماء اللي كان ليها يعني اولوية في الحصول على هذه الجائزة اتفاجئت بحصول ميسي على الجائزة يعني انت كنت بتتكلم على جورجينيو بتتكلم على بنزمة بتتكلم على بيباندورسكي بتتكلم على محمد صلاح هل بالنسبة لك كان مفاجأة ولا انا كانت المفاجأة الاجبر بالنسبة لي في الفارق الكبير في النقط احنا برضه عشان الناس بفاهمة ازاي الجوائز الجائزة بتتبع تحدد الفائز بيها صحفيين حوالين المعامل نقط صحب مركز الثاني فبالتالي ان ميسي 613 نقطة ومحمد صلاح 121 نقطة فاحنا بنتكلم من الصحفيين كلهم احنا نتكلم عليك المصحفيين اختروا ليون الميسي في المركز الاول ومنتكلم على عدد اولئي المصحفيين اختروا محمد صلاح في مركز الثاني مركز الثالث طب تعال لو انت يا فادي فريق الاعداد ما حضر لنا اول عشر لعبين 13 نقطة لباندويسكي 580 جورجيني 460 كريم بنزمة 239 كانتي 186 رونالدو 178 ومحمد صلاح 121 هنكمل لسه لان الفارق صعب جدا كيفين دي براين طبعا اللاعب الرائع البلجيكي ولعب المان سيتي 73 يمت بي 58 دونا روما 36 وهالند بي 33 نقطة وهو ده اللي دايق يا فادي ان الفارق الواسع في عدد النقاط مش لوجيك مش طبيعي انا مش عارف هل الصحفيين كان فيه نوع من تكريم لنهاية مسيرة ميسي اللي بتقترب تكريمي لي على فوزة الكوبة امريكا ولكن تحت اي ظرف لو بصنة 21 ميسي مش افضل لعب في العالم ومحاولة اقناع ان محمد صلاح في ست لعب في العالم افضل منه صعبة برضو شوي وانك تكلمني ان ليفندوفسكي السنة دي هاي الجورجينيو على مستوى الانجزيات الجامعية ممكن يكون فردية مش منور اول لكن على مستوى الانجزيات الجامعية شامبيونز ليج ويورو بنزيمة برضو مقدم مستوىتها ايه لو اعتبر رشان ريلا مدريل على كتفه فبالتالي انا شايف ان ممكن تكون نوع من تكريم ليون المسي على نهاية مسيرته وفوزة كوبة امريكا اخيرة من معتخب ارجنتين ممكن يبقى جايزة دبست فيها بتاعتفيفة فيها نوع اكبر من الانصاف للعيبة خصوصا ان يتكلم ان هيصوته مدربين منتخبات قادة منتخبات وجوزة من الصحفيين ممكن يبقى انصاف اكتر في ظهار يعني مضاب شكل عادل طبعا على هامش على هامش طبعا ردود الافعال بعد البالندور وفوز ميسي كان فيه بعض النقاشات على مستوى الريبورت اللي وصل من باريس نفسها كان فيه بعض الناس عرضوا على طبعا المدير التحرير لمجلة فرانس فوتبول انه يدي او يعطي طبعا البالندور للسنة اللي فاتت بتاعة عشرين عشرين اللي كان طبعا يلغيت بسبب جائحة كورونا يعطيها لباندوويسكي لان كل التعاطف في العالم على مستوى النقاد على مستوى الرياضيين على مستوى المدربين كان الى حد كبير في صالح لباندوويسكي وبالتالي رد عليهم وقال لهم مش هيكون انا كنت متأكد على اليوسان وطبعا ان انا كنت متأكد من حصول لباندوويسكي على الجائزة الزهبية العام الماضي ولكن لا استطيع ان يعني اعطي لهذه الجائزة نتيجة ان هذه الجائزة بالفوتينج بالتصويت وبالتالي لم يحدث تصويت على هذه الجائزة وبالتالي لن استطيع ان اعطي هذه الجائزة لللاعب البولندي العظمي لسه عندنا كلام كتير على البالندور وكمان على مستوى البريميال ليج بعد الفصل حالا بحضرتكم مرة تانية فادي براحب بك مرة تانية معي في المحترف وحنا في الفصل كده بقولك لو انت كنت المسؤول عن جائزة البالندور ما فيش شك ان الاختيار صعب لكن لو انت المسؤول هتحط لي اول خمس اسماء يعني القادرين او الحاصلين على البالندور بداية من واحد لخمسة تحط مين انا اقول جورجينيو بعدين ليفندوفسكي بعد كده بنزيمة سنكتب وراك عشان انا اكتب ليست انا ماشي جورجينيو بعد كده ليفندوفسكي اوكي بعد كده ابنزيمة اوكي بعد كده محمد صراحة الخامس ممكن يكون مستعش لكوبة امريكا بصراحة انا انا لسه يهاب جنيدي بيقول لي اوه طلع زي اوه انا كان بالنسبة لي ليفندوفسكي ليفندوفسكي طبعا يمكن الحاجة الوحيدة اللي هو على مستوى المنتخبات او على مستوى منتخب بلاده محاقش النتائج لكن عمل مبارات رائعة في اليورو 2020 طبعا جورجينيو على مستوى المستبقات شامز ليجو واخد بطولة اليورو مع منتخب ايطاليا لكن ليفندوفسكي ما يقدمه مع المنقام القياسي اللي بيقدمها مع البايرن وحتى على مستوى المنتخب دايما هداف المنتخب وافضل لاعب في المبارات الدولية اعتقاد انا قد حاط ليفا وحط جورجينيو وحط بنزمة وحط محمد صلاح ويمكن نمرى خمسة حطت كانتي كمان لعيب منتخب فرانسا وعايز اقولك قبل الجائزة بمفيش بقى خلاص لا اظن تختلف خصوصه تماما بقى عن السنة دي على فكرة انت لو كنت متابعني في الانترو في واحد احد الصحفين قاله فعلا كده قاله لو استمرت على هذا النهج من خلال ادائك مع ليفر بول في بريمي ليج والشاملز ليج انت هتكون صاحب هذه الجائزة محمد صلاح رد بكل يعني خفة دم المصرية قاله يونيبر نور هو كمان انه ينزل مبارح بالرغبة دي انه نازل انا افضل لعب في العالم دلوقتي وانا مقترع بكده هو دايما هو بيحفز نفسه انه هو افضل لعب في العالم واداء مبارح في مباراة صعبة ضد افريتون مش مباراة سهلة نهائية في الضغوطات دي كلها افضل ارهاق في كل ده انه ينزل اللي يقدم الاداء ده لا احنا بنتكلم على افضل لعب في العالم دلوقتي منطهى الوضوح صحيح طيب تعالوا كمان نشوف ردود افعال احنا بنتكلم ردود افعال هنا اه مصريين ومتحمسين اكيد لمحمد صلاح لكن كمان ردود الافعال على مستوى المدربين على مستوى المدربين الكبار ويمكن يمكن قال ان محمد صلاح يستحق مكان افضل من كده في ترتيب افضل لعب العالم كمان على مستوى جارديولا المدير الفني طبعا لفريق المان سيتي نشوف قال ايه عن البلندور ونرجع مع حضرتكم لا يمكننا ابدا ان نقول انه ليس من العدل ان يفوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية انه لاعب جيد للغاية اما عن تفضيل هذا او ذاك فان الجائزة حفل له جوانب تجارية وتهدف لجعل كرة القدم اكثر امتاعا لذا فانها تمثل تقديرا كبيرا لبوتياس الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات تقدير كبير لبيتري تقدير كبير لكافة الفائزين بالطبع تقدير كبير مرة اخرى لليوم السي هل يستحق الفوز ام لا ليس انا من يفصل في ذلك لا يكون ابدا من غير العدل ان يفوز بها اما ليفاندوفيسكي سوف يفوز بالطبع بالاداء الذي قدمه في العامين الاخيرين مع هانزي فليك والان مع ناغلسمان عدد الاهداف التي احرزها والتمييز الذي يتمتع به هل هذا منصف بالطبع ولكن في هذا المستوى فان كافة اللاعبين الثلاثة او الاربعة او الخمسة المرشحين يرون انهم جديرون لقد قدموا مواسم لا تصدق مع انديتهم ومع منتخباتهم ولو فازوا فانهم يفوزون لانهم يستحقون ذلك الفوز وهذا كل ما هناك طبعا تعالي يا الكافاني عمره ما هيقول ان ميسي ليستحقها عمره ما هيقولها مستحيلة تطلع من بق لا هو يعني هو ايجابة دبلوماسية الى ابعد الحدود يعني ان اللعيبة كلها طبعا ميسي لعيب تبيرو وكل حاجة وميسي يعني طبعا جوارديول عمر ما هيقول ان ميسي لا يستحق الجائزة يعني الراجل برضو يعني فيه من بينهم نحن نكلم بها من الوصف نعيش لكن طبعا هو تكلم على مندوسكي تكلم على مندوسكي طبعا دا اهي لسادي وهو كان يعني كلامه اكثر دبلوماسية وتكلم كمان عن اللعيبة التانية تكلم عن بيدري تكلم عن دونارومة تكلم عن بوتايس لعيبة برشنون لسيدات اللي خادت الجائزة برضو بس جاب جملة يعني داخل فيها الكميرشن داخل فيها العملية التجارية انت شايف ان برضو الجزء التجاري والسبونسور والاعلان وبيخش في تقييم هذه الجائزة بشكل اعتقد انه ما بيكونش فير لبعض اللعبين يعني على مستوى على مستوى جورجينيو مش على نفس مستوى على مستوى السوشيال ميديا على مستوى كبراند مثل وزي ميسي وبالتالي ده بتخش في التقييمات بس جزء ظلم للعيبة طبعا وجزء ظلم جدا لعيبة ويكون الصحفيين اصلا بيتم يعني مش لكن هم تأثورهم برضو بقصة البروباجاندا بتاعة ميسي الظهور بتاعة ميسي طبعا تأثر بشكل كبير جدا ممكن يكون جورجينيو مالوش خزوة زي ميسي على المستوى ده فبالتالي حاجة انفير جدا اناك بتقايم اللعب على حاجة بره بملعب ولكن هي جزء من حياتنا وجزء من الكورة خلاص من درش نبعدها عن جائزة كبيرة يوجد تعارض لانني في ريال مدريد ولو سمح لي التصويت لن استطيع التصويت للاعبي ليس في ريال مدريد ولو كان علي اختيار الافضل كنت اخترت كريم بن زيما اولا فينيسوس ثانيا كورتوى ثالثا كاساميرو رابعا كروس خامسا ومن بعدها لا ادري كما فينغا علي احترام النتيجة لانه عندما تتحدث عن ميسي انت تتحدث عن احد افضل او ربما افضل لاعب لكن هذا رأيي لكن اذا كان الخيار لي كنت قد اخترت كريم بن زيما لست متأكدا مئة بالمئة ما هو اعتقد انه يمكنك دائما ان تعطيه ليوني الميسي بسبب مسيرته كلاعب كرة قدم لكن اذا لم تعطيه لروبث بيوواندو فيسكي هذه المرة فسيكون من الصعب ان يخوز به على الاطلاق ايضا محمد صلاح كان بالتأكيد يجب ان يكون اعلى من المرتبة السابعة انها جائزة هامة لللاعبين ولكنها جائزة فردية لم ارى بن زيما او كورتوى وهما ينتحبان تأثرا بعد ان تخطت هما الجائزة كلاهما كانا في حالة طيبة كلاهما تقبل الامر دون مشكلة لا يمكنني ان اقول ما اذا كنا الاكثر حضوة للفوز بالدوري سوف نقاتل من اجل الفوز باللقب نحن على الدرب الصحيح والفريق يقدم عملا جيدا ده كان رايي انشلوتي وكمان يوجن كلوب انشلوتي قال لو لا يحط فرقة ريال مدريد كأه هفضل لعبين لكن على المستوى على المستوى الشخص هو قال اكيد هو بيحترم كل يعني بيكلم على الاختيارات واكيد ميسي لعب كبير وليه تاريخ كبير لكن هو اختار بن زيما على سبيل انه يكون افضل لعب في العالم لهذه او الاكدر للحصول على هذه الجهاز انا بشوف انه بن زيما لو كان منتخب فرنسا ادر يوصل لمرحلة ابعب من وصلها في اليورو هو افضل لعب في العالم بدون شك بصراحة كريم بن زيما يعني بيتقلق وبيقدم مساويات مع ريال مدريد في غياب كريسان رونالد وبعد ان ما ميشي هو ظهر كريم بن زيما موجود وقم تسعى الحقيقي اللي بيقدر ان هو يقود الفريق هو راس حرب بمعنى الكلمة فبالتالي انا اظن ان لو كان انتخب فرنسا ادر في اليورو ان هو يحق المقبول منه ان هو كان يفوز بالبطولة برغم الخروج يعني من دور التمانية هو اللي اثر عليهم اظن لا كان هيب كريم بن زيما النهاردة هو افضل عفل العالم على الجانب الاخر يوجن كلوب يمكن يتكلم في نقطة مهمة جدا يتكلم انه هو من الظلم مع عدم حصول لبندوزكي لاعب البولندي على هذه الجائزة السنة دي وبيقول لو ما خدهاش السنة دي هيبقى من الصعب جدا حصوله عليها في الفترة اللي الجاية وخاصة وخاصة ان ان كمان يوجن كلوب كان بيدرب لبندوزكي كان في فترة لما كان طبعا يوجن كلوب المدير الفني اللي فريق دورتموند كان بيدرب ليفا وعارف امكانياته كويس قوي وشايف كمية التطوير والتطور اللي حصل خلال السنين اللي فاتت وبالتالي يقول لك خلاص انت لو ما ادتهاش للمندوزكي السنة دي خلاص انت يعني بينكو سن كده بتقضي عليها بتخلص عليها هو صعب جدا للمندوزكي يعني ياخدها مرة تانية ممكن صعب جدا ان هو يوصل للفورمة اللي هو وصل لها وصولا في السنة اللي تلاغت فيها السنة اللي تلاغت فيها لمندوزكي كان ربما أفضل من السنة دي كمان فبالتالي أظن آه بصعب جدا ان هو يحصل عليها مرة أخرى طيب بعض الناس بتتكلم ان كمان النادي اللي بيلعب فيه اللعب بيأثر بشكل إيجابي أو بشكل كبير جدا على التصويت بالنسبة للصحفين الناس بتقول لو ليون ميسي ما كانش موجود في باريس سان جرمان وان البطولة او طبعا الصحيفة الفرنسية موجودة وانه بيلعب في باريس وانتواجدوا باريس كمان عايز يعظم من هذه الجايزة بوكوتينيو طبعا المدير الفني لبيأس جي قال ايه عن البالندور وعن فوز ميسي بالمرة السابعة لأحسن لاعب في العالم اولا اود ان اتقدم بالتهنئة علنا لليون ميسي ولأسرته هذا انجاز كبير امل ان يكون اليوم هو اليوم الاول في بداية العمل من اجل فوزه بالجائزة للمرة الثامنة كم هو رائع للاعبنا ولكل طاقمنا وللجميع في النادي ان يكون بيننا ميسي وكراته الذهبية الستة وحصوله على الجائزة للمرة السابعة شيء استثنائي نحن سعيدون بوجوده معنا هنا كل يوم نأمل ان تكون هذه البداية للفوز بثامن كرة ذهبية من الناحية الشخصية والمزيد من الكؤوس للجميع لان هذا هو ما نتوقعه كلنا في النادي إنه فوز مستحق تماما أتفهم أن تكون هناك انتقادات في بعض البلاد ولكنني أعتقد أنه فوز مستحق الآن هو يحتفل مع أسرته وأحبابه بهذا الفوز ولم لا يشرع في العمل منذ اليوم للفوز للمرة الثامنة بوركينو أنا أرى أن نتقوم يعني بوكوتينيو بيقول فوز مستحق وما قدرش يقول حاجة غير كده يعني وراجل حيمشي تاني يوم حيمشي غير كده يعني قال طبعا فوز مستحق وإزاما بيقول كمان بيكلم يعني بيهزار شوية يقول لك خلاص بق انت خدت البلاندوري ميسي نشتغل شوية معنا نشتغل شوية معنا ميسي لسه المستوى التنافس أسبانيا مع فرنسا لا طبعا واحد كمطاقة من ميسي أكتر مكامي كتير مع بي اس جي لكن إصابات في الدنيا مش مزبطة شوية ولكن أظن مع الوقت مع الوقت أكيد في النص التاني من الموسم الدوري مش هو المحك في فرنسا خالص لكن دوري أبطال أوروبا أظن مع الأدور الإقتصائية هيبهن بقى دور ميسي الحقيقي مع بي اس جي ما فيه شكل طبعا البي اس جي كمان على مستوى الليجة محسومة بشكل أو بآخر لكن على مستوى التشامنز ليجو طبعا البيك تارجت أو الهدف الأكبر ده الحلم وأكيد هما لما بيجيبوا إليون الميسي الحلم مش أنه سيساعدنا أن يخذ دوري فرنسا لا نحن نلعب التشامنز ليجا صحية لسه كمان عايزة كلماتك في آخر نقطة عشان بعد كده هنروح لملف البريميال ليج محمد صلاح والأرقام القياسية اللي بيحققها من خلال أهداف ومن خلال الاسست النهاردة بتتكلم على 13 هدف 13 هدف فيه 12 تقريبا فيه 12 مباراة بتتكلم كمان على خلينا نتكلم على الدور المهم يمكن كان معنا مدقلة من البرازيل أحد اللاعبين المعتزلين وقال ما يبقى لمحمد صلاح أنه تحقيق بطولة مع منتخبه وبالتالي هتكتمل الحلقة ويكون محمد صلاح محدش يقدر يعني يجادل فيه أنه هو أفضل لعب في العالم شايف إن شاء الله دور محمد صلاح ومنتخب مصر في بطولة أفريقيا إن شاء الله بإذن الله قريبة جدا كل الأمال عليه كل الأمال عن محمد صلاح لو هنجي نحط التشكيل هنجي نحط محمد صلاح والعشر لعابة تانين فبالتالي طبعا وصوله على كاس أمم إفريقيا ومساعدته على وصوله في كاس العالم لا تنقله نقلة تانية خالص في مناشة بتاعة أفضل لعب في العالم هنطبعا منتكلم على مستوىات في بريمالليج لا هو أفضل لعب في العالم دلوقتي هننتكلم في الكورة لكن منتخبات هو آه لسه محتاج سنة كمان مع المنتخب أظن أظن لو كاس الأمم إفريقيا قدر أنه يتحدى كل المنتخبات نقلة تانية خالص فحديثت عن محمد صلاح خلاص يثبت نفسه كأفضل كأحد لا ومش كأحد كأفضل لعب العالم في الوقت الحالي صحيح كمان على مستوى لسه مع البلندور وعايز أقول لحضركم قبل ما ننتقل لملف البريمالليج ودوري الإنجليزي مجالة بيلد بيلد سايتون أكبر المجالات الرياضية في ألمانيا كانت لها عنوان كبير جدا جدا هأرى لحضراتكم يمكن حطين في المقدمة بيتكلموا فاغوم فيدا ميسي يعني ليه تاني ميسي يعني سؤال كده بيترحوه تاني ميسي وكتبين سكندال يعني فضيحة في باريس وطبعا يمكن نشوف السورة مع بعض دلوقتي بالزبط كده مكتوب فاغوم فيدا ميسي يعني ميسي ليه تاني وسكندال بالاندور ده طبعا فضيحة في حفل البالاندور لباندويسكي نوردس فايتا يعني لباندويسكي بس رقم اتنين فعايز أقولك أن الردود الأفعال وخاصة في ألمانيا خاصة في ألمانيا ردود أفعال غاضبة جدا جدا على مستوى الصحافة على مستوى المسؤولين يمكن كمان لوتا ماتيوس طبعا السطورة الألمانية تلع وهاجم هذا الحفل بشدة وقال هذا الحفل لا ينم عن مصدقية فعلا لقرة القدم الحقوقية كمان بنتكلم على طوني كروس طبعا لاعب طبعا ريال مدريد قال هذه يعني زي بنتكلم فضيحة على مستوى اختيارات أفضل لعيب العالم ولو فيه احنا منتكلم محمد صلاح تزلم منتكلم زرجينيو تزلم هو فيش حد تزلم قد لباندوفسكي الحقيقة لان السنة اللي هو تقلق فيها وانفجر ما خدش الجايزة والسنة دي برده بقدم مساويات تشفعله فييجي ميسي كانوا من التكريم على نهاية مسيرته ياخد الجايزة فيه بالتالي لا ظلم حقيقي حقيقي لباندوفسكي واظن انوان بلد كان رحيم يعني بالله حصل لك يعني 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 بلغتنا كده تاني مسي وزي ما بقولك يعني هذه الكايزة مش عملية تكريم لنجم كبير مسي انا يعني من عشاء مسي ما فيش شك وناس كتيرة جدا جدا ولكن انك تتغاضى عن حق واضح جدا لباندوفسكي وتعطيل مسي لمجرد انو خد بطول كوب امريكا اللي في اعتقاد ناس كتير انها مكنتش بالقوة صحيح فزي ما بقولك انا اتوقع ان زباس تكون فيها نوع من الانصاف سواء لباندوفسكي سواء لمحمد صلاح سواء جورجينيو يبقى فيها المعايير اكثر تمسكا والتصويت اكثر يعني انصافا للعيبة ان شاء الله نجمنا كبير محمد صلاح في حالة ان شاء الله باذن الله التواصل في هذا المستوى مع ان شاء الله نتيجة طيبة في امم افرقيا مع منتقب مصر وصنة الكاس العالم احنا بنقول من دلوقتي ان شاء الله محمد صلاح هو الحاصل على البلاندور لـ 21-22 طيب عايزين نتكلم على البريميال ليج لكن بعد هذا الفاصل ومع فادي اشرف نتكلم على البريميال ليج وطبعا تقلق كبير جدا دل مان سيتي ونتكلم تقلق كبير جدا عمد صلاح ويوجن كلوب وليبر بول بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مرة تانية فادي يلا على البريميال ليج اهلا بنا الجولة الـ 14 قبل نتكلم على النتائج وتصرحات المدربين وووو خلينا اقولك هل البريميال ليج خلاص بقى المنافسة بقت سلاسية ما بين تشيلسي مان سيتي ليبر بول في غياب طبعا المان يونايتد في غياب الأرسنل في يعني انت شايف خلاص الصراع بقى سلاسي في الـ ده نتاج شغل طويل على سنين طويل من 3 نوادي دول طبيعا المنافسة ما بينه وتفضل مستمر على القل لمدة سنتين 3 قدام هو ده سلاسي الرهان الدوري بشخر مجلوم من 3 سنين كنا بنتكلم على الدور الانجليزي بيكون في يعني نتكلم على خماسي الخمسة الكبار في ساعد بنكلم على ستة الكبار في هل السنين اللي جاي هتختصر للاستا داية هننتكلم على السلاسي الكبار فقط هم دلوقتي في البرايم بتاع بنك الجيل اللي هم عملوه بقالهم من خمسة ستة سنين بيبنوا في المجال داية نتكلم على أرسنال بيبني دلوقتي منشاؤ رالف راجنك والفترة الجاية مظنوا شون رالف هيبقى مدرب السنة جاء على قد ما هو هيبقى راجل تكنيكال ديريكتور وهو ليحط الستراتيجي موجودين من الستة كبار اللي هم أرسنال سيتي تشيلسي ليفر بول مان يونايتد تاتنا أن أرسنال هو الأقرب لأنه يدخل في الزمرة خلال 3 أو 4 سنين قريبين بالرغم في وقت من الأوقات كان الأرسن وارتيتا كان على وشك الرحيل سبحان مرحبا نتكلم أنه هيقال وخلاص الأمور سيرحل وإذا بيحقق نتائج أكثر من رائعة بعد يمكن ما كان في بدايات البريمير ليج يتزيل الدوري الإنجليزي لكن كان فيه ثقة كمان من الإدارة فيه وكان كمان فيه سبورت كبير جدا جدا من جارديولا للأرتيتا الحقيقة أن الجدوى للدوري زي ما تكلمنا هنا آخر مرة جدوى للدوري ما كانش كان بدري عادل أول أرسنال يبدأ يلعب تشلسي يلعب منشستر سيتي موكر خسار برينفورد هاللي كانت مفاجأة شوية لكن بعد كده سلسلت لها زيمة حوالي عشر مطشط بعد كده مباراة ليفربول ظروفها كانت مختلفة شوية كان فيه أخطاء فردية وفجأة كانت موضوع واحد صفر وماشي في إقتار كويس لكن فجأة بقت ثلاثة موضوع اختلف برضو مباراة منشستر ناتد النهاردة بالليل منشستر ناتدو أرسنل تفرق كتير جدا في مشوار أرسنل السنة دي هل هيكون منافسة على الأربع مقاعدة كبيرة الأربع مقاعدة بتوعة شامبينز ليج ولا هيكتفى بالتأهل الأوروبي للدور الأوروبي أو لدور المؤتبس صحيح لكن بس قبل منتكلم تعال تعال نشوف نتائج الجولة يعني نعرض نتائج الجولة لأربعتاشر من البريميال ليج وزي ما بنتكلم هل نحصر فعلا التنافذ ما بين سولاسي تشيلسي والمان سيتي وليبر بول طبعا نيو كاسل وتعادل مع نورتش سيتي واحد واحد ليتز ينايدد فاز على كريستال بلس واحد سفر ساوس هامتون تعادل اثنين اثنين مع ليستر سيتي واستهام تعادل واحد واحد مع برايتون تشيلسي وطبعا الهزيمة المفاجأة من تواتفورد اثنين واحد لا تشيلسي اللي فاز اثنين واحد على برايتون اسف وورفر هامتون تعادل مع بيرلني سفر سفر أستون فيلا والخسارة امام منشستر سيتي اثنين واحد ابرتون طبعا الهزيمة الكبيرة امام ليبر بول اربعة واحد والنهارده زي ما بنتكلم مباراة قوية جدا جدا ما بين منشستر ونايتد والارسنال كذلك ما بين توتنهام وبرينتفورد وبرينتفورد يمكن الجولة اللي فاتت كان فوز اول فوز ليه بعد سلسلة من الهزيم فاكيد كمان هتكون مباراة قوية جدا جدا في بعض المفاجآت في النتائج ولا كلها نتائج وقعية ويعني ما فيش اي مفاجآت في هذه النتائج في الجولة الاربعة واحد لا ما فيش اي حاجة غير ان نيو كاسل اكيد كان محتاج فوز على نوروش سيتي نيو كاسل بس كان عامل مباراة رائعة اظن يعني تجربة الاستحواز على المكاسل هتبتدي السنة الجاية من الدرجة التانية ممكن تبقى فرصة افضل من الدرجة التانية تعتقد انه خلاص على عتاب الصعب اه لا صعب اوي خصوصا في المنافسة تبتتكلم ان يعني لو بصنا لحد افرت ان هو 15 نقطة لا كل فرق دي هتابعت لسه المكاسل مش ميدي حتى امر ان هو هيتحسن ادي هاو حسن الشكل شوية ولكن برضو النتائج بقالها 3 نطشاط مش مش قد كده بقيت المباراة مفاش اي مفاجآت غير بصراحة احراج واتفورد لتشلسي واتفورد كان ند قوي جدا من تشلسي واتشلسي طب تعالى نبدأ من ليبربول نبدأ من مباراة ليبربول وابرتون طبعا والفوز 4-1 طبعا نتيجة كبيرة واعتقد كمان على مستوى الاداء على مستوى الاستحواز على مستوى السيطرة كده ليبربول في حتة تانية انا شايف ان ليبربول في الوقت الحالي ممكن نقول هو تشلسي اخوة فريق فعلا اه لا ليبربول كمان عنده اج تاني هو ممتع جدا السنة دي بذلك ممتعة للغاية سيطر على ايفرتون بالطول والعرض كسروا بقى لهم 3 مصدق جزموش في جودس انتارك ملعب ايفرتون كسروا القصة دي تماما ربعية محمد صلاح منفجر الحقيقة بيقدم مستويات هاي لا لعيبة كمان ليبربول خصوصا التلت الامامي طوروا قصة الحلول الفردية بشكل هايل جدا دي وجواتا مبارح لما وفنش مفيش في ربع سنتي يعني خلص الدنيا كلها محمد صلاح الاتنين فينش مبارح حاجة زي ما يقول حاجة من برى العالم ده حاجات مبهرة جدا فليبربول سيطر وأقنع وأمتع قدام أفرتون بشكل هاي ما فيش شك باندايك رجوعه هذا الموسم مأثر كتير جدا جدا بالإجابة على فريق ليبربول من نواحة دفعية وكمان السقة أنك بتلعب معك لعيب بحجم باندايك على مستوى الدفاع أكيد كان شيء إيجابي جدا معانا الإحصائية طبعا مباراة ليبربول والأفرتون طبعا نتيجة 4-1 صالح الليبربول نتكلم على الفرص 11 فرصة ليبربول طبعا سجل منها 4 مقابل 3 فرص لأفرتون سجل منها هدف واحد نسبة الأهداف المتوقعة كبيرة جدا جدا لصالح ليبربول تقريبا 3 أهداف طبعا وأفرتون نص هدف نسبة الاستحواز كبيرة جدا لصالح ليبربول تقريبا 70% 70 مقابل 30 أو بالزبط 66-34 تمريرات 84% صحيحة ليبربول 73 صحيحة لأفرتون التصويبات على المربع 17 تصويب ليبربول مقابل 8 لأفرتون طبعا في 8 تصويبات ليبربول ما بين القائمة والعرضة و3 لأفرتون ما بين القائمة والعرضة 11 عرضية مقابل 8 11 ركنية مقابل 3 كلها أرقام بتدل على اكتساح ما فيش شك المباراة واردو نتكلم كمان أنك ممكن تلعب مباراة بأربعة واحد وتكسب لكن الشكل الجمالي موجود أنت بتلعب كرة يعني زي ما بيقولوا كده كرة جميلة وكده نفس الوقت فيها قوة فيها سرعة فيها أهداف فيها شق هجومي ويدفاعي على أعلى مستوى شايف يعني يورجن كلوب مع ليبربول بهذا المستوى المرشح الأقوى ولا المين سيتي هو المرشح الأقوى معه هي المشكلة أن ما حدث مرشح الأقوى دي غير بعد كسر أمم الأفريقية لأن الثلاث فرح الأقوى هتخسر لعيبة مهمة جدا ممكن يكون أقل لهم سيتي سيتي هيخسر رياض محرز ومواشر العنصر الأساسي دايما في خطات جوار دي لكن تتكلم في الفيربول فتح كلام كده محمد صراح وساد جماني ودفلهم نبي كيتا لما موجود لصالح منشيستر سيتي لكن لو هنتكلم دلوقتي ككورة 3.3 فرق لا ليفربول دلوقتي الأفضل ليفربول يليه المين سيتي يليه سيتي وتشنس بشكل متقرب جدا لكن ليفربول فرق عنهم هم لتنين حدي طيب كانت فوز كبير طبعا ليفربول على إفرتون أربعة واحد وأكيد كانت سعادة واضحة على يورغن كلوب اللي بقدم مستويات أكثر من رائعة مع ليفربول السينادي تعالوا نشوف أليه بعد المباراة ونرجع مع حضرتكم نعم هذا أفضل أداء قدمه ليفربول في جوديسون منذ وصول لتدريب الفريق قدمنا بعض المباريات لكننا لم نكن بنفس الجودة التي كنا عليها في المباراة الأخيرة هذه لم نكن هادئين ولم نكن مقنعين ولهذا السبب فوزنا بالمباراة أنا سعيد حقا بالأمر حسنا مبارتاء الديربي أمام إيفرتون ومانشستر يونايتد كبيرتان بالنسبة لنا وعلينا نتعلم كيفية الحفاظ على هدوئنا وتوحودنا إذا ما أردنا تقديم أفضل كرة قدم ممكنة أخبرت اللاعبين أنه مهما كان ما حدث في الماضي لكي أكون صريحا بالنسبة مئة في المئة رائعة بل شبه مثالية كان هناك هامش كبير للتحسن وأردت أن نظهر نصجنا ونلعب كرة قدم هجومية بشكل شرس ونظهر غضبنا أي بمعنى غضب كروي أقصد في حالات استرجاع الكرة أو في حالات الضغط العكسي لا يمكنك فعل ذلك من دون أن تكون متماسكا لذلك تأتي لحظات تتطلب منك فقط تدوير الكرة وتمرير الكرات حول خطتهم أو اختراقها وللقيام بذلك تحتاج عقلية مختلفة وهذا ما فعلناه بالضبط طبعا يوغن كلوب يكلم عن المباراة وأمام إيفرتون أنها المباراة الأفضل لغاية الليبر بول على مستوى السيزون بجانب طبعا مباراة المان يونيتد ولكن وصف هذه المباراة أنها المباراة المثالية لفريق الليبر بول الحياة قدموا مميز جدا متمسكين جدا نفعي مفيش تهديدات كبيرة جدا في جود فندايك في جود أليسن مفيش أي خطورة نص الملعب بخداية تاجو ألكنتارا وهندرسن تحسن هم بيعزفهم بلحب ملعبوش كرة يعني هم فعلا سيطرين على نص الملعب بشكل هايل جدا مش بيدين فرصة لأفرتون لأنه هو يستحوز على الكرة ولأنه هو يدور الكرة ولأنه هو إطع الكرة حتى فبالتالي كان أداء هايل جدا طبعا نكلله هدف محمد صلاح وهدف ديجو جوتر رائع كمان وهدف هندرسن كمان كان جميل جدا صحيح على مستوى طبعا إفرتون رفعيل بانيتيز المدرب المدير الفني الأسباني لإفرتون تنأكيد حزين على هذه النتيجة وهذه المباراة تعالوا مع بعض نشوف إيه بعد هذه المباراة والهزيمة أربعة واحد من ليبربول أعتقد أن الجميع يشعر بخيبة الأمل لأننا خسرنا مباراة ديربي لكننا خسرنا لأننا قمنا بارتكاب الأخطاء أمام فريق كبير رأينا كم الأموال التي يصرفها ليبربول ومدى النجاح الذي يحققونه في السنوات الأخيرة يمكن أن تحدث تلك الخسارة إذا لم تقم بالأمور بشكل صحيح نحن لم نقم بالأمور بشكل صحيح ارتكبنا العديد من الأخطاء أعطيناهم فرصة التسجيل أي فريق يفعل ذلك أمام فريق كبير يمتلك لاعبين ممتازين سيعاني وسيدفع ثمن ذلك سجلنا هدفا وكان الفريق يلعب بشكل حسن وكان الجمهور خلف الفريق بدأنا الشوط الثاني وكانت الأجواء جيدة وضعنا بعض الفرص لأن كل شيء كان في مكانه الصحيح سواء ردت فعل اللاعبين ودعم الجمهور ثم ارتكبنا خطأ آخر لذا نستطيع تحليل النتيجة النهائية والقول إننا خسرنا المباراة لكن في نفس الوقت إلى التزام اللاعبين ورغبة الفوز التي يظهرونها في أرض الملعب لا يمكن التشكيك بها علينا العودة إلى المباريات الأولى عندما كان الفريق يلعب بشكل جيد عندما كانت تحليل النتيجة عندما كانت تحليل النتيجة طبعا حزين جدا رفايل بن نتيز طبعا حزين جدا على النتيجة وحزين أنه كمان خلي بالك مش مباراة عاديا مباراة طبعا ديربي ديربي على ملعبه بردو على ملعبه ووسط جماهيره فالأمور كانت صعبة جدا جدا عليه وربما كانت المباراة الأخيرة ليه في قادة أفرتون كمان فكرة تدريب بن نتاز لأفرتون في الآخر بعده هو كان مدارب التاريخي لليفر بول فاز معه مدارب أبطال أوروبا هي كانت فكرة كارثية ولم تنتهي بالشكل الأمثل صائلي أو لأفرتون في الآخر طيب خلال المباراة طبعا أكيد كل الناس حتى بعد المباراة يمكن كانوا صعداء بأداء محمد صلاح وبعض الناس ربطوها بغضب محمد صلاح من جازد بلندور طلعوا على أفرتون بأداء وهدفين أكثر من رائعين وكمان على مستوى يعني يورجن كلوب ده قال قدت اللبس زي ما بقولك لأ صلاح يعني مش مبسوط قوي فقال له لا أنا كان نفسي أنا كان نفسي طبعا إن أحرز الهاتريك فده بيدل زي ما أنت بتقول على عقلية محمد صلاح أداء محمد صلاح وانت شايف إيه في المباراة إيه اللي بيعمله كل يوم محمد صلاح جديد بتحس إن في حاجة جديدة محمد صلاح بيعملها إذا كانت حرقاته في الملعب إذا كانت ضغط على الخصم مش متعودين كمان على محمد صلاح إنه بيدغط على الخصم بشراسة لا ده حصل وقدى إنه أحرز هدف جميل شايف إيه الجديد في محمد صلاح السنة دي أنا شايف محمد صلاح شارس جدا 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 سواء هجومين أو دفاعيا هو بيدغط دفاعيا بشكل شارس جدا من أول ده تطور خلي بالك من سنوات ما كانش عنده الحالة الدفاعية زي دلوقتي بالضبط لا وهو كمان عنده حاجة دانية تطورت زمان لو كلمنا من بازل لو جات له خمس فرص يحط واحدة صحيح روما اتنين من خمسة يحط اتنين دلوقتي هو الخمسة يحط منهم ستة ومعندوش تفاهم قدام الجول خلاص هو الفرص اللي هتجيله جول الناس متى تحتفل بالجول يعني يمالح الكورة اللي خطافها من نص دفاع أفرتون وانطلق انفراض تام من نص ملعب وفي ظل ده ترهيب من دفاع أفرتون وفاولت عمل معاه وكل حاجة الرجل بيفنش بمنتهى البرود بيخلص الكورة هو دلوقتي بقى فنشر فعلا لو قال عليه في الكورة بلغة كورة كده سفاح قدام الجول يعني من لو جاءت لخمس فرص يحط لخمس فرص هو يعني دي طبعا ده اللي فارق مع صلاح جدا السنة دي مفيش اهضار للفرص تبريبا مش هتفتكول الفرص ضيحها الفرص اللي بيجيله تسوي هدف على طريق كمان فيه جائزة طبعا القدم الزهبية اللي فاز بها محمد صلاح أعتقد التاني على التوالي لا دي أول مرة يحصل عليها لكن حصل لها السنة كان رونالدو كان رونالدو طبعا جائزة كبيرة طبعا يعني جائزة كبيرة جدا جدا وجائزة بيسحقها محمد صلاح واللي كمان اللي كان لافت في النظر كمان وجود زوجته معاه في هذا الاحتفال ويمكن هي اللي استلمت الجائزة بالنهابة عنه تكريما لأزيل المرأة ودورها في في ما يقدمه محمد صلاح كان شيء مهم كان شكله حلو يعني كان لافتة جميلة جدا الحقيقة يعني انه هو بيديها يعني بيديها نوع من الفضل ونوع من التأدير أكيد هو مش هينجح كده من غير ما تكون صحيح وعي لو زوجة دعمها دايما على طول صحيح وزي ما بقولك هو جائزة يعني جائزة كبيرة لكن يمكن الخادت الأضواء شوية لكن جائزة القدم الزهبية زي ما أنت بتقول كمان رونالدو فاز بيها السنة الفاتد محمد صلاح فيه السنة دي ومنتظرين كمان الفيفا وورد يعني الفيفا وورد أعطاقا كمان محمد صلاح يكون بإذن الله مركز أفضل أكيد من السابعة أكيد هيكون في مركز أفضل من السابعة تحت أي ظرف طيب خلينا يعني نروح للمباراة التانية اللي معنا النهاردة في البريمير ليج طبعا مباراة تشيلسي اللي أنت وصبتها مباراة صعبة جدا أمام وورد والفوز بصعوبة 2-1 شفتها إزاي الحقيقة المباراة كانت في نفس وقت ليفربول فكانت متابعة من بعيد وعيد جدا ولكن لا وورد هدد تشيلسي كتير جدا تشيلسي فيه نوع من بدل موسم بشكل هايل جدا بعد كده المستوى كل مدى بيقل فبالتالي وورد مباراة حتى وورد مش عامل أفضل سيزن لي وورد من 14 ماتش واخد 13 نقطة فبالتالي مش أفضل موسم لي واخد مركز 17 دلوقتي فبالتالي لا قدري هددهم أكتر من مرة المباراة كانت تشيلسي بيعد دقايق عشان تنتهي طبعا في حالة إجهاد عن لعيبة تشيلسي برضو الكالندر بالنسبة لهم مليانة جدا ولسه رحين كاس علام أندية فبالتالي ممكن الكورف بتاعة تشيلسي نازل وممكن كمان مشاركة في كاس علام الأندية تأثر كمان على موسم تشيلسي قدير فأنا عايز أسألك سؤال بعين عن المباراة دية شفت إزاي وجود لوكاكو على دكة البودلاء في مباراة تشيلسي أمام المان يونيتد وهل لغاية دلوقتي يقدر نقول أنه لوكاكو لم يحقق المراد منه بالانتقال من الإنتر للتشيلسي لوكاكو نفس حال تشيلسي بالضبط ابتدى السيزن بشكل مرعب يعني ستريك تهديفي حوالي ثلاث موتساط وربعض بعد كده أخد نفس الدروب اللي الفريق كله أخده بس الدروب كان واضح قوي عليه فبالتالي المنافسة معي مع تيمو فيرنر حتى مش مهاجم الهدف لكنه بيساهم أكتر من لوكاكو في صناعة اللعب يساهم من لوكاكو في المساحات وتحرك أكتر بكتير هو متحرك أكتر من لوكاكو لوكاكو سابت يعتبر يعني محطة الفريق بلعب لكنه تيمو فيرنر مهاجم متحرك جدا فبالتالي هي نفس المشكلة لكن ما ظنش أن لوكاكو كان هيب صعب يستمر في انتر في ظل الوضع المالي لفريق الإيطالي كان هيب صعب جدا وهو تحركه لاتشيلسي لا لسه قدامه كتير وأظن يعني لسه سيزن طويل جدا قبل ما نحكم من لوكاكو لا ما حققش المراد منه من انتقال تشيلسي طيب على مستوى الإدارة الفنية توماس طوخي للمدير الفني اللي تشيلسي قال إيه بعد فوزه 2-1 على واتفولد لا أعتقد أنني انتقت اللاعبين بشكل لاذع كما ذكرت نحن أيضا نوجه النقط لأنفسنا سنقوم بتحليل الوضع وأعتقد أنه بإمكاننا الاعتراف أننا محظوظون للفوز في المباراة كان أداء غير عادي من فريقنا لذلك أعتقد أنني لا أريد التركيز على هذه المباراة لماذا؟ لأننا لعبنا وها نحن ذا مهم جدا هدف حكيم زياش وكنا بحاجة له كان الأمر كما حدث في الشوط الأول فرصة ضائع من ماس الموت ثم سجل هدفا لكن ذلك لم يساعدنا لإيجاد الإيقاع المطلوب أن نتحسن خلال المباراة ثم تلقينا هدفا بالطبع كنا نأمل كنا نحاول تغيير نتيجة المباراة من خلال القيام بتبديلات هجومية لأننا شعرنا أننا خسرنا نقاطا أمام برينلي ومانشستر يونايتد في السابق ولم نكن نشعر أننا نسيطر على المباراة بأداء الفريق كانت مسألة وقت قبل أن تمكننا من التسجيل لذا حاولنا إحداث التغيير من خلال تبديلات هجومية طبعاً طوماس طوخل طبعاً مدير فني كبير لكن واضح عليه طبعاً الحزن يعني رغم الفوز لكن واضح عليه فادي أنه ما كانش سعيد بالمباراة وقال وأنا بيعجبني للموديل الفني الصريح قال إحنا كسبنا هذه المباراة يعني بالحظ وكان عنده بيقول بعض الصحبين بيسأله أنه هو كان كريتيك أول للعبين يعني كان بينتقد اللعبين من خلال المباراة بشكل مباشر فقال ده طبيعي وإحنا لازم ننتقد أنفسنا عشان نوصل للأفضل هو طوخل أكيد يشعر بضغط من توالي المباراة من كالندر الفريق أو رزامة الفريق المزدحمة جداً من تعرضه على فكرة لكثير من الإصابات يعني حتى مبارح تشالوبا المدافع ولعب نص ملعب يزيد في نص ملعب أصيب فبالتالي فيه ضغط كبير جداً على طوماس طوخل ولكن هنا بقى بيظهر المدرب الكبير الراجل اللي حد وقته متصدر الدوري هزيمة واحدة بس 0-14 ماتش بالتالي أنا على الناسي أنا بحب طوماس طوخل كمدرب جداً وأتوقع أنه يفضل ينافس لحد اللحظة الخيرة وهيقدر أنه يتخطى الدروب اللي في المستوى بتاع تشيلسي وأنا كمان أتوقع نفس الشيء لأن العمله خلال السنتين اللي فاتوا مع تشيلسي بيقولوا أنه مدرب كبير جداً وأعتقد أنه يكون منافس ومنافس قوي جداً على البريمان ليه كمان السنين طيب نروح للمنافس الآخر نتكلم على المان سيتي ويفوزوا على أستون فيلا 2-1 كانت مباراة صعبة أكيد في وجود ستيفن جيررد 3 مطشاط في قادة أستون فيلا ده الهزيمة الأولى ليه في 3 مطشاط مباراة كانتش سهل خالص على مان سيتي وأستون فيلا قدر أنه حتى بعد التأخر بهدفين أنه يسجل كان ممكن أستون فيلا يحقق التعادل ولكن سيتي خبرات برضو تفرق كتير جداً في مباراة ده أستون فيلا مع ستيفن جيررد الحقيقة مقدم شكل تاني خلص وهو أنا منتظر حقيقة عودة تريزيجيه لتشكيل أستون فيلا مع ستيفن جيررد أظن أنه هو هيبق عليه دور كويس جداً في الثلاثة الأدامية كمان تقول لنا الأرقام يا فادي وهو أنا بقول لك بالنسبة لتريزيجيه إن شاء الله بإذن لك لا لإسبابه ده طبعاً ستيفن جيررد قال أنه هيشارك مع فريق 23 وإن شاء الله يكون مستعد للمباراة اللي جاية يعني لو بصنا حتى نسبة الأهداف المتوقعة أهم حاجة يعني أقدر نسبة نربص عليها خلاص نسبة متقربة جداً نتكلم واحد فاصل 18 لأستون فيلا واحد فاصل 17 تقريباً نسبة واحدة لأهداف المتوقعة ده بيدل على سير المباراة وإن الفرقتين كان عندهم فرصة للفوز بشكل متساوي الحقيقة سيبن جيررد عمل شغل بأستون فيلا هايل وفعلاً يعني ممكن تكون تريزيجيه القطع النقصة ممكن تكون نقصة هجوم أستون فيلا لأن هم فعلاً لعبة كويسة جداً سواء بأبوانديا سواء أشلي يونج سواء لكن تريزيجيه ممكن يديهم جزء هم مستقضين في الحتة الأولى صحيح وكمان على مستقل العرضيات كانت كمان النسبة 11 من سورستر سيتي تسعة لأستون فيلا نسبة متقربة جداً فالمباراة زي ما بقول لك المباراة كانت قريبة وكان المن سيتي بخبراته زي ما أنت بتقول الفورق الفردية أكيد بتفرق في المباراة الزي دية يعني العناصر الخبرات وعناصر الفردية والمهارة الفردية بتفرق طبعاً ليه في لعيب بـ 40 مليون ولعيب بـ 20 مليون لعيب بـ 40 مليون ده عنده قدرة فردية بش عند الثاني صحيح صحيح طيب نشوف طبعاً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14 طبعاً فوزاً للمان سيتي على أستون فيلا 2-1 وإن شاء الله عودة حميدة لنجمنا الكبير تريزي جي في الفترة اللي جاية بيدور الترتيب بعد الجولة الـ 14 طبعاً تشيلسي في المركز الأول 33 نقطة المان سيتي في المركز الـ 22-32 ليفر بول في المركز الـ 31 وزي ما أنت قلت وخلاص أعتقد الصراع السلاسي تشيلسي المان سيتي ليفر بول على صدارة الدوري الإنجليزي لستة وستهام في المركز الرابع بـ 24 نقطة الأرسنال ويعني زي ما بيقوله جيمين بعيد في المركز الخامس 23 نقطة وورفت هامتون في المركز السادس 21 نقطة برايتون في المركز السابع 19 ليستر الثامن بـ 19 نقطة نشوف بقية توتنهام المركز التاسع 19 المان يونيتد في المركز العاشر بـ 18 نقطة طبعاً مركز لا يليق بالمان يونيتد بعد 14 جولة في الدوري الإنجليزي برينفورد في المركز الـ 11 بـ 16 نقطة كريستال بلس الـ 12 بـ 16 نقطة أستون بيلة 13 بـ 16 نقطة أفرتون وساوس هامتون نفس عدد النقاط 15 في المركز 14 و 15 ليتز يونيتد بـ 15 نقطة في المركز الـ 16 واتفورد في المركز الـ 17 بـ 13 نقطة بيرلي 18 بـ 10 نقاط نوريتش سيتي في المركز الـ 19 بـ 10 نقاط ويتزيل الدوري الإنجليزي نيو كاسل النادي العريق يعني بـ 7 نقاط بعد 14 جولة مما بيصعب الأمور زي ما أنت قلت يا فادي في وجوده في البريمير ليجي السنادي واعتقادي المستثمر السعودي بيبني فريق واعتقادي الشخص أنه هو زي ما أنت بتقول هايبني من السنة اللي جاية في الشامنشيب ضغوطات أقل طبعا وفرص أحسن أنه هو على فكرة يبص للموضوع من بعيد أكتر لا تفرم أكتر جدا طيب نروح للفاصل سريع وبعد الفاصل نروح للليجة الأسبانية والدوري الأسباني وطبعا بوجود فادي أشرف ونشوف إيه اللي بيحصل في الدوري الأسباني أهلا بحضراتكم مرة تانية فادي نروح للدوري الأسباني لليجة وكان فيه مباراة مواجلة ما بين طبعا ريال مدريد وأتليتك وبالباو وفوز طبعا ريال مدريد واحد صف شفت المباراة زي يعني يعني مباراة كانت أصعب يعني مباراة صعبة جدا من الأرقام حتى يعني من الأرقام 18 تصويب البالباو وعملين 11 فرصة بالتالي لا وضع المباراة كانت صعبة جدا عن ريال مدريد ريال مدريد كانت الأفضل للحد لأنه كانت تسايد كامل لأتليتيكو بلباو رغم أنه بلعب خارج أرضه المباراة كانت في مدريد لكن فرص كتيرة جدا لكن يبقى يبقى مازال كريم بن زيمة منقذ ريال مدريد في مراحل كتيرة جدا ومواقف كتيرة جدا هو طبعا أحرز الهدف في ديئة 40 ولكن يبقى كريم بن زيمة زي ما بنقول هو المنقذ ما خدش حقه من التأدير حتى من جمهور ريال مدريد إلا بعد راحيل رونالدو كان مساند لرونالدو في وقت كتير جدا لكن بعد راحيل رونالدو ظهر كريم بن زيمة كواحد أنا أشوف من أساطير ريال مدريد في الحقيقة طيب بينيسيوس ويظهر بمستوى أكثر من رائع بينيسيوس كمان مبارح رغم عدم ظهوره في الشوت التاني لكن لما بجيله كورة هو الوحيد اللي كان بيسبب خطورة أنت كمان شايف بينيسيوس مع أنشلوتي حاجة تانية خلص حاجة تانية خلص شتان الفارمة بين فينيسيوس مع زين الدين زيدان وفينيسيوس مع كارلو أنشلوتي ممكن لعيب زي ممكن كارلو أنشلوتي برضو واجبات تكتكاب تكون أخاف شوية من زيزو كارلو أنشلوتي مدرب يهتم أكتر بأنه بيرايح لعيبة الهجومية بشكل كبير جدا من شوفنا لعيبة كتير جدا هجمية بتتقلق مع كارلو أنشلوتي ممكن يكون الحرية ممكن يكون كمان طريقة تعامل أنشلوتي طريقة تعامل أنشلوتي أخف شوية من زين الدين زيدان ممكن تكون فرق كتير أو مع فينيسيوس جونيور والحقيقة هو بينفجر في وجود كارلو أنشلوتي أكتر بكتير من الأداء اللي ما كانش كان متزبزب شوية في وجود زين الدين زيدان رغم وصوله وتقدمه في السن لكن مودريتش لعيب محوري بشكل كبير جدا وأدى يعني لغاية طبعا الديئة 65 خرج ونزل بالبردي لكن الزهب مودريتش دهب دهب الدهب ما بيصديش يعني زيان بيقوله لا سيطرة تم في نص الملعب مايسترو بمعنى الكلمة على وسط ملعب ريال مدريد وأظن يعني بعد ما هو جدد لكن السنة اللي هيمشي يا لوكا مودريتش من ريال مدريد هيأثر بشكل كبير جدا على المنظومة اللي مؤتمد عليه بشكل كبير جدا هو توني كروس وكاسميرو صحيح طيب نشوف يعني نحضر الأرقام أرقام مباراة طبعا ريال مدريد وأتليتيكو بلباو ونشوف من خلال زي ما أنت بتقول كان فيه الأرقام بتقول كمان أن المباراة كانت صعبة جدا جدا على ريال مدريد طبعا فوز ريال مدريد 1-0 فيه الفرص الفرص لأتليتيكو بلباو 11 فرص وكان أنا في اعتقادي منهم على الأقل 6 فرص مؤكدين طبعا مشكلة ما قدروش يترجموا هذه الفرص لأهداف لكن كان فيه أربع فرص للريال أحرص منها هدف الفوز أهداف المتوقعة زي ما أنت قلت برضو يا فادي نسبة كبيرة جدا تقريبا هدفين ونص لصالح أتليتيكو بلباو ونسبة الاستحواز كانت ليه في إجمالي ليه ريال مدريد 60 40 نسبة قريبة التمريرات نسبة التمريرات طبعا 82% لأتليتيكو بلباو 90% لريال مدريد طص ويبات على المرمى 18 تصويبة ما بينها ما بين القام العرضة لبلباو و16 ما بينها 7 ما بين القام العرضة للمدريد عرضيات 19 لصالح أتليتيكو بلباو مقابل 11 ريال مدريد 6 ركنيات لأتليتيك بلباو وفيه من ريال مدريد السبعة الأرقام بتدل إن كانت مباراة صعبة وإن بالباو فريق كان ند آه ند واضح جدا للريال مدريد لكن على مستوى النتيجة كان مهم جدا أنتولوتي فوز بازين نتيجة ثلاث نقاط مهمة جدا بتبعد لقرب منافسي طبعا تقريبا بسبع نقاط وهو فيه طبعا لسه دي السيك مدريد ليه مباراة لسه ولكن فرق سبع نقاط ضغطة أقل طبعا قبل ما يدخل في المعمعة بتاعت المباراة النهاية الدور الأول وانطلاق الدور الثاني بعد الوينتر بريك طيب نشوف جدول ترتيب الليجة الأسبانية وتصدر ريال مدريد للدوري الأسباني ب36 نقطة في المركز الأول أتليتيكو مدريد في المركز الثاني ب29 نقطة ولكن فيه مباراة يمكن أقل مباراة لأتليتيكو مدريد ريال السوسيداد في المركز الثالث ب29 نقطة شبيليا في المركز الرابع ب28 نقطة ريال بيتيس في الخامس ب27 نقطة رايو فاليكوانو في المركز السادس ب24 نقطة برشلونة في المركز السابع ب23 نقطة أتليتيكو بلبعو في المركز الثامن 20 نقطة إسبانيول في المركز التاسع ب20 نقطة أوسسونة في المركز العاشر ب20 نقطة فالينسيا الحداشر ب19 نقطة بياريال برضو من الفرق اللي كانت في المقدمة أعتقد برضو موقع اللي يليك بياريال في المركز الثانشر ب16 نقطة سلتا فيجو 13 ب16 نقطة ريال مايوكا في المركز الثالث ب16 نقطة وألافيس في المركز الثامن 15 ب14 نقطة غرناطة 16 ب12 نقطة وألتشي في المركز السبعتاشر ب12 نقطة قادش في المركز الثامن 18 ب12 نقطة ختافي في المركز التسعتاشر ب10 نقطة ويتزيل الدوري الأسباني ليفانتي ب7 نقطة بياريال على المستوى الأوروبي مباريات كبيرة جدا على مستوى اللي يجا شيء غامض ضحية يوناي أمري ممكن يوناي أمري رغم أنه بادي في أوروبا هدد وكان ممكن يتأهل ولسه عنده الفرصة أن يتأهل من دورة طالة أوروبا من مجموعة صعبة جدا على فكرة ولكن على مستوى الدوري الأسباني ممكن يكون بعض الفرق ما عندهاش القدرة على الموازنة ما بين الدوري المحلي والمنافسة الأوروبية ما عندهمش نفس الدافع أو نفس القدرة الاعتاد البشري المنافسة على المحورين المحور المحلي والمحور الأوروبي ممكن ده يكون بأثر على بياريال بياريال كمان برشلونة كلنا عارفين برشلونة لكن تفتكر معها طبعا لسه عندنا مباريات كثيرة جدا في اللي يجا ولسه احنا في الأسبوع للأربعة عشر تفتكر برشلونة ودلوقتي في المركز السابع مش هيكسر قادر بس على الرجوع أكيد طبعا أنا متوقع أن برشلونة في نهاية الدوري بالشكل اللي قدمه تشافي لا أكيد هيتأهل لدورة أبطال الأوروبا على الآن طيب ده كمان على مستوى للدور الأسباني طبعا وتصدر الريال لطبعا اللي يجاة الأسبانية كمان عايزي نتكلم على الدوري الإطالي الدوري الإطالي كمان زي ما بتكلم على الدوري الإنجليزي ويبقى فيه سلاسي المقدمة أعتقد كمان الدوري الإطالي بدأ يظهر فيه سلاسي مقدمة إما النابولي والإنتر والميلان. أصرع اشتد جدا خصوصا بعد خسارة نابولي مبارح من ساسول والتعادل الاثنين اثنين. فطبعا فرقت كتير جدا بالنسبة لنابولي. فالترتيب يعني قطبين ميلان وإنتر. عايزة كلمك على اليوفينتوس. فين اليوفينتوس من الموضوع؟ يعني كل الناس قالت يمكن كان فيه جزئين. جزء بيقول أن رحيل رونالدو هو يعني نقم على اليوفينتوس. وجزء آخر كان بيقول وكمان على يعني من دمن الناس كانت تتكلم أن رحيل رونالدو نعمة لليوفينتوس. منها الجزء كبير من اللعيبة. ولكن ما شفناش اليوفينتوس مع أليجري بيقدم مستويات ونتائي كبيرة. هو يوفينتوس في أزمة منذ رحيل أليجري في الفترة الأولى. تعينات المدربين كانت غلط. أليج وساكي ما كانش التعيين الأفضل. أندريا بيرلو كان قرار متهور جدا. استخدام رونالدو ثم رحيله. ما كان ربما قرار برضو فيه شيء من التهور من ناحية يوفينتوس. فبالتالي الفريق دفع حوالي 8 أربع أو 5 سنين من القرارات المتهورة لحد ما. طيب. فبالتالي ده مركز طبيعي جدا. وأظن أن يوفينتوس محتاج زي برشلونة برضو. فترة بونا بشكل هادي بدون مطالبة بالفوز بالدوري. عشان يرجع ينافس ميلا وإنتر لصعظيمه قوي جدا. إنتر حمل اللقب. ميلا بيعود لصابق عهده. ونابولي على طول منافسه موجود. صحيح. ويمكن زي ما بنشوفه أو الجدل بيوضح أن نابولي ميلا وإنتر أتالانتا كمان. أتالانتا كمان عايز أقولك بقالها سنتين ثلاثة دائما. مشروع هايل مع جامبييرو جاسباريني. مشروع هايل جدا. وفي دوري أبطال أوروبا على طول موجودين. حتى ناسة تفركش على دوري أبطالي بشكل مباشر. لكن في دوري أبطال أوروبا هم دائما فريق خطير جدا. أي فريق ما يحبش لعبه. حتى روما قريب يعني بيتحسن جزء بجزء مع جزء مورينيو. فبالتالي. لسأ أسألك عن موريني ودوره. هل فعلا تموحات وقدرات فريق روما قادر على. مش هقولك على منافسة للحصول على اللقب لكن للوصول للشامبينز ليج. أظن هم موجودين برضو في منافسة التأهل للشامبينز ليج. هو أظن ده أقصى ما يمكن لروما تموح بي في ظل الفوارئ الكبيرة. ما بين السكواد ما بين نابولي وميلان وإنتر وما بين روما نفسه. فبالتالي فكرة وصول للشامبينز ليج تبدو أكثر منطقية يا مورينيو. طيب فريق سالي رانيتانا. الفريق طبعا يمكن جاي من السيريا بي ومباراته مع اليوبينيو. شفتها إزاي وزاي ما بنتكلم. اليوفينتوس عايز وقت طويل قوي للرجوع على المنافسة. وده يعني طموحات جباهيري اليوفينتوس يمكن. حتى في ظل الأزمات الإدارية اللي هم فيها. واتهام الإدارة بفبراكة أثمان بعض الصفقات. بتلق يوفينتوس في أزمة كبيرة جدا. محتاجين 3-4 سنة من الهدوء. ممكن ما يخدوش الدوري لمدة 3-4 سنة. لكن يبدو بهدوء صن هو فريق. يقدر أنه عنده قطاع نشقين قوي جدا. عنده قدرة مادية على شراء اللاعبين. بس الآن هنا وقرار الصحة في اختصار اللاعبين. ممكن رونالدو قدومه كان نقمة. ورحيله كان نقمة ونعمة في نفس الوقت. فبالتالي هم محتاجين. الأمور كمان يا فادي على مستوى اليوم. نتكلم على مستوى الفني. آه في بعض الجادل. لكن على مستوى الإداري في مشاكل كبيرة جدا جدا. لسه من يومين كان البوليس الإيطالي متواجد في يوفينتوس. للتلاعب في بعض انتقالات اللاعبة. بيفكرونها بطبعا. فضحة كالتشو بولي طبعا. هو برضو يوفينتوس بعد كالتشو بولي. إيه اللي حصل؟ قدروا أنه هم في خلال ستة أو سبع سنين. يرجعوا من السيريا بي للسيريا اي. ويبدوا الفريق بشكل هادي جدا. وتسيادوا إيطاليا لمدة سبع أو ثمان سنين. بعد كده حصل الدروب اللي حصل للسنة دي. فبالتالي. وسنة اللي قبلها ببعا. فبالتالي هم محتاجين برضو ثلاثة أو أربع سنين من الهدوء والبناء بشكل صحيح. طيب عايزين نشوف كمان معاك فادي ترتيب. ترتيب جدول الدوري الإيطالي. ونشوف الصراع الرباعي. أعتقد الصراع الرباعي. ما بين الفرق الإيطالية على الحصول على الدوري الإيطالي. تلحاصر ما بين نابولي في المركز الأول. ستة وثلاثين نقطة. ميلا. والفوز كان مهم جدا. نبارح لميلا. خلاه طبعا يقرب بشكل كبير تاني من نابولي بفريق نقطة بخمسة وثلاثين نقطة. الإنتر كمان عامل شغل أكتر من رائع في الأسبوعي الأخيرة. وفي المركز الثالث بأربعة وثلاثين نقطة. أتالنطا زي ما أنت قلت يا فادي فريق منظم وفريق قوي جدا جدا في المركز الرابع بواحد وثلاثين نقطة. روما طبعا مع مورينيو في المركز الخامس بخمسة وعشرين نقطة. فروينتينا السادس بأربعة وعشرين نقطة. يوفينتوس السابع بأربعة وعشرين نقطة. بولونيا في المركز الثامن أربعة وعشرين نقطة. لاتسيو طبعا في المركز التاسع واحد وعشرين نقطة. فيرونا العاشر بأشرين نقطة. ساسولو في المركز الحداشر بأتسعتاشر نقطة. أمفلي في المركز الاثناشر بأتسعتاشر نقطة. تورينو في المركز التلاتاشر سبعتاشر نقطة. أودينيزي في المركز الاربعتاشر بأتسعتاشر نقطة. سامدوريا في المركز الخمستاشر. بـ 15 نقطه .. في انيسيا الـ 16.. 15 نقطه سيزينيا في المركز الـ 17.. 11 نقطة جينوى في الـ 18.. 10 نقطه والكالياري في المركز الـ 19.. تمام نقطه وسالير نيتانا في المركز العشرين تمام نقطه كان هذا الطبعاсь ف records ولكن حانته نابولت المال Mei fighter بعد خسارته الجولة القبل الأخيرة. بيرجع تاني وبيفوز وبيقرب الفارق ما بينه وما بين نابولي لنقطة واحدة. أنا شايف على المدى البعيد. أنا شايف أن ميلا قادر أنه يحسن لقب الدور الإطالي الحقيقة. ثبات أكثر من إنتر. نابولي كعدته ساعات في المراحل الأخيرة بيفقد اللقب. لكن أنا شايف أن ميلا بالثبات بخبرات اللعيبة بوجود ستيفانو بيولي. لا قادر أنه هو يحسن اللقب. إبراهيموفيتش هجدت تاني؟ أتوقع أنه سيستمر السنة مع ميلا. هل قادر إبراهيموفيتش للحصول على دور الإطالي السنة دي مع الميلا؟ أظن هم قادرين جدا. هم عندهم الخبرات الكافية. عندهم مدرب محترم جدا في يولي. أكثر حاجة عجبك في الميلا. أكثر حاجة عجبك في السنة دي في الميلا. رغم زي ما بيقولك أنه لا يوجد أسماء نجوم بقدر نجوم مثلا نابولي أو الإنتر حتى. لكن يلعبوا كرة جمعية جمعية جدا. أنا أكثر حاجة عجبك فيهم بيولي الحقيقة المدرب. يعني هم عاملين شكل جماعي جدا. أوه طبعا إبراهيموفيتش هو الأساس هو القائد. لكن إبراهيموفيتش هوش موجود على طول. لكن الفريق جماعيا متمثق جدا. فريق نصف ملعبه قوي جدا. دفاعه قوي جدا. بيقدر أنه يحصل من برايات. فبالتالي هم قدم شكل هايل جدا. وبداية فرصة لرجاع التاريخ. يعني تاريخ الميلا. صحيح يمكن كان حزوم واحد شوية في التشاملز ليج. كانت مجموعة قوية جدا جدا مع ليبر بول. مع ليبر بول أتلات كومادريد. وبداياتهم رغم أنه عملوا نتائق. يعني دايما أوائل التشاملز ليج أول مبراءة. حتى مع ليبر بول وأتلات كومادريد كانوا متقدمين. وبرجاع يخسروا. طبعا دلوقتي طبعا. هل تفتكر وجودهم لسه فيه أمل للميلا. للحصول على المركز الثاني. لا أصنعه صعب. صعب أوي. ممكن أفضل ما يطمحوا لي أنه ما يروح الدور الأوروبية. وهناك يبقى فيه منافسة أفضل شوية. وإن كنت يعني يروح الدور الأوروبية ما حيركزوش فيه. لا ويبقى التركيز الأساسي على لقب الدور السنة دي. وكان فيه كمان مشكلة خروج دونا روما من الميلا. لكن. ماك من يوه. الحقيقة أفضل تعويض لدونا روما. مبارح بيشيل كرة لوب من نص الملعب شاله بشكل هايل جدا. وهو حارس مرما هايل وفترة إصابته أثرت كثير جدا عميلا. دلوقتي لا التوازن رجع لحارس مرما ميلا برجوع من يوم. وهو مدرب كبير. عندهم كمان كيرل طبعا كابتن المنتخب الدنماركي بيقدم مباراة أو بيقدم مباريات أكتر من رائعة. تفتكر في النهاية مين اللي حيوصل؟ أنا حاسس ميلا. ميلا. ميلا نسبتي. أنا حبيتك أكتر لأن أنا كمان مشجع ميلا وابني كمان بيحجب ميلا. كده بس قرصنا اللي كمان يكسب النهاردة ويبقى يوم جميل أو إن شاء الله. إن شاء الله. يوم جميل وكان يوم جميل إنك موجود معنا. ميلا خليك أبتنهاني. دايما بتشرفنا وبتنورنا ودايما بتبقى حلقات ممتعة معاك. وما شاء الله ثقافة عالمية على الأعلى مستوى. ميلا خليك أبتنهاني دايما بتشرف بالوجود مع حضرك ووجود في كونترات النهد الأهلي طبعا. شكرا لك يا فادي. دي كانت طبعا نهاية حلقتنا النهاردة. نهاية حلقة نهاية الأسبوع من المحترف إن شاء الله. على خير بإذن الله يوم الاتنين اللي جاي ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف.